في إديالة أيضاً عثرت قوات مكافحة الإرهاب على جثة أحد المخطوفين الأربعة الذين اختطفهم داعش الإرهابي في وقت سابق قرب بحيرة حمرين فيما استشد آخر في مستشفى بعقوبة متأثراً بإصابته بجروح بليغة وكشف مصدر طبي حصيلة ضحايا العملية العسكرية في مناطق حمرين مؤكداً استشهاد اثنين من المخطوفين الأربعة وإصابة ثمانية من عناصر الأمن بانفجار عبوة ناسفة في أطراف منطقة عين ليلى شمال ديالة خلال عمليات دهم وتفتيش لأوكاري وبؤري داعش الإرهابي